اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية قمل الرأس مقدمة قمل الرأس حشرات طفيلية صغيرة من غير اجنحة تعيش على جلدة رأس الانسان وتتغذى على دمه ان قمل الرأس اثة شديدة العدوى ويمكن ان تنتقل بسهولة من خلال المخالطة الوثيقة مع الشخص المصاب واستعمال اشيائه الشخصية كالقبعات والوسائد وامشاط الشعر يساعد هذا البرنامج على فهم ما يتعلق بقمل الرأس وهو يناقش اعراض الاصابة بقمل الرأس واسبابها وتشخيصها ومعالجتها ما هو قمل الرأس قمل الرأس حشرات صغيرة من غير اجنحة تعيش على جلدة رأس الانسان وتتغذى على دمه وهي نوع من الطفيليات يبلغ طول القملة البالغة نحو 2 الى 3 ملي مترات اي ما يقارب طول حبة السمسم تدعى بيوض القمل باسم الصئبان وهي اصغر بكثير من القملات البالغات اذ انها تشبه فتاة قشرة الرأس ويسهل العثور على القمل والصئبان عند خط الشعر على رقبة الانسان المصاب به وكذلك خلف اذنيه تضع انثى القمل نحو 100 بيضة في المرة الواحدة وتفقس هذه البيوض خلال فترة تتراوح من 5 ايام الى 10 ثم تنضج القملات الصغيرة خلال 10 ايام وتعيش نحو 3 اسابيع او اكثر يعد قمل الرأس شديد العدوى رغم ان القمل لا تستطيع الطيران ولا القفز لكن المخالطة الوثيقة مع الشخص المصاب واستخدام اشيائه الخاصة كالقبعة مثلا يعرض الانسان الى خطر التقاط عدوى القمل لا تنشر القطة والكلاب وبقية الحيوانات الاليفة القملة الذي يصيب البشر لا ينقل القمل امراضا بين الناس وهو لا يعد خطيرا تكثر الاصابة بقمل الرأس بين الاطفال في سن الثالثة حتى الحادية عشرة وتنتقل العدوى في عائلاتهم ايضا الاعراض من اعراض الاصابة بقمل الرأس شعور مدغضغ بان شيئا يسير بين الشعر الشعور بالحكة في فروة الرأس قد يشعر المصاب بقمل الرأس من زعاج كبير وقد يعاني من صعوبة في النوم يمكن ان يترافق قمل الرأس بظهور تقرحات في جلد الرأس لكن الحكة العنيفة لفروة الرأس هو ما يؤدي الى ظهور هذه التقرحات وليس القمل نفسه برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب الطريقة الاكثر شيوعة للاصابة بالقمل هي احتكاك الرأس بالرأس عندما يكون الشخص الاخر مصابا بالقمل ان الاحتكاك الوثيق امر مألوف بين الاطفال في اثناء اللعب في المدرسة او البيت او الاماكن العامة الاخرى تستطيع القملة ان تعيش يومين تقريبا من غير الحصول على غذاء فاذا ظلت القملة على الوسادة او في اغطية السرير فمن الممكن جدا ان تنتقل الى الشخص الذي يشارك المصاب في استخدام هذه الاشياء يمكن ان ينتقل قمر الرأس في اثناء ارتداء البسة شخص مصاب استخدام امشاط الشعر او المناشف او فرشات شعر عليها قمل الاستلقاء على سرير شخص مصاب او استخدام وسائده او حاجاته الشخصية الاطفال هم من يحتمل ان يصابوا بالقمل اكثر من غيرهم لان رؤوسهم كثيرا ما تحتك برؤوس الاطفال الاخرين في اثناء اللعب تتعرض المرأة لاحتمال الاصابة بالقمل اكثر من الرجل لان شعرها اطول واكثر كثافة من شعر الرجل مما يزيد من فرص احتكاكه بشعر امرأة مصابة اخرى التشخيص يشخص مقدم الرعاية الصحية العدوى بالقمل عند العثور على قملات حية على فروة رأس الشخص المصاب او شعره يصعب العثور على القمل بسبب صغر حجمه وسرعة حركته وميله الى تجنب الضوء ويمكن ان يكون استخدام مشط القمل دل اسنان نائمة مفيدا في العثور على القمل الحي يمكن رؤية القمل وبيوده بالعين مجردة لكن استخدام عدسة مكبرة او ضوء خاص يظهر البيض بلون ازرق قد يكون ضروريا يسهل الخلط بين بيود القمل والاجسام الصغيرة الاخرى التي يمكن ان توجد في الشعر وذلك من قبيل قشرة الراس وبقايا قطرات المستحضرات المستخدمة للشعر وحبيبات الغبار او التراب عند العثور على بيود القمل ملتصقة باحكام بجذور الشعر فان هذا يعد دليلا قوي على الاصابة بالقمل لكنه ليس دليلا قاطعا ان بيود القمل الملتصقة بالشعر على ارتفاع يتجاوز نصف سنتيمتر من جذور الشعر تكون غالبا بيودا ميتة او بقايا بيود فقصت سابقا عند عدم العثور على القمل رغم وجود بيود ملتصقة بالشعر على ارتفاع يتجاوز نصف سنتيمتر من فروة الراس فمن المرجح ان تكون العدوى قديمة وانها لم تعد نشطة ولا حاجة الى المعالجة في هذه الحالة المعالجة ينصح بالمعالجة للتخلص من قمل الراس بالنسبة لمن يجري تشخيص عدوى فعالة لديهم ولابد ايضا من فحص كل من في المنزل وكل من له احتكاك وثيق بهم ويجب ان يخضع للمعالجة كل من يثبت ان لديه عدوى فعالة تتطلب معالجة عدوى القمل استخدام شامبون دوائي خاص او كريمات شعر خاص عادة ويمكن شراء كثير من هذه المستحضرات من غير وصفة طبية يجب الاهتمام جيدا بقراءة التعليمات المسجلة على العبوة او على العلبة فهي توضح المدة اللازمة لبقاء المادة الدوائية على الشعر وتوضح كيفية ازالتها ايضا قد تختلف تعليمات الاستخدام باختلاف المواد الدوائية ومن الضروري ان يجري التقيد بالتعليمات المكتوبة على العبوة او على ورقة موجودة ضمن العلبة اذا لم تفلح المادة التي يجري شراؤها من غير وسط طبية في قتل القمل فان مقدم الرعاية الصحية يستطيع ان يصف للمريد شامبو شعر اكثر فوة الوقاية من قمل الرأس يمكن القيام بما يلي للمساعدة على الوقاية من قمل الرأس والسيطرة على انتشاره اولا تجنب الاحتكاك المباشر مع رأس او شعر شخص اخر في اثناء اللعب او غيره من الانشطة في المنزل والمدرسة والاماكن الاخرى ثانيا عدم مشاركة استخدام الملابس القبعات والاوشحة والمعاطف وملابس الرياضة واشرطة الشعر ومشابك الشعر ثالثا عدم مشاركة استخدام الامشاط وفراش الشعر والمناشف ويجب تنظيف الامشاط والفراش المبوءة بالقمل بسبب استخدامها من قبل شخص مصاب عن طريق نقعها مدة تتراوح من خمس دقائق الى عشر دقائق في ماء لا تقل حرارته عن ستين درجة مئوية رابعا تجنب الاستلقاء على سرير او اريكة استخدمهما شخص مصاب بالقمل منذ فترة وجيزة وكذلك عدم استخدام وسائده او حاجياته الشخصية خامسا غسل كل ما استخدمه الشخص المصاب بالقمل غسلا مركزا باستخدام اعلى درجات حرارة ممكنة سادسا تنظيف اماكن جلوس واستلقاء الشخص المصاب بالقمل تنظيفا دقيقا باستخدام المكنسة الكهربائية لا تستخدم مبيدات الحشرات لمعالجة القمل والتخلص منه ولا حاجة الى استخدام هذه المواد التي يمكن ان تكون سامة للانسان والحيوانات المنزلية ايضا يصعب منع انتشار القمل بين الاطفال بسبب كثرة احتكاكهم وتلاقي رؤوسهم في اثناء اللعب اذا اصيب الطفل بقمل الرأس فليس معنى هذا ان العادات الصحية في المنزل ليست سليمة يجب التخلص من القمل باستخدام الشامبو الخاص بذلك وتعليم الطفل عدم استخدام قبعات الاخرين او امشاطهم او اوشحتهم او غير ذلك من زينة الشعر والرأس اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة قملة الرأس حشرة تعيش على رأس الانسان وتتغذى على دمه وهي شديدة العدوى وتنتقل من خلال المخالطة اللصيقة مع الشخص المصاب او من خلال استخدام بعض حاجياته الخاصة لا ينقل قمل الرأس امراضا وهو ليس خطيرا يشخص مقدم الرعاية الصحية العدوى بالقمل بالعثور على قملات حية على فروة رأس الشخصي او في شعره يمكن علاج قمل الرأس باستخدام شامبو خاص او كرين خاص للشعر يجب التحري عن وجود القمل عند افراد اسرة الشخص المصاب كلهم وعند كل من له احتكاك معه كما يجب علاج كل من تظهر عليه علامات الاصابة الفعالة بالقمل اذا اصيب الطفل بقمل الرأس فليس معنى هذا ان العادات الصحية في المنزل ليست سليمة يجب التخلص من القمل باستخدام الشامبو الخاص بذلك وتعليم الطفل عدم مشاركة قبعات الاخرين او امشاطهم او اوشحتهم او غير ذلك من زينة الشعر والرأس مع اصدقائهم شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين